بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين ثم أما بعد عزيز الطالب الآن جاء دور المسألة الثانية من مسائل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات المسألة الثانية توحيد الأسماء والصفات فما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات وما هي أدلته وما موقف أهل السنة والجماعة في هذه النقطة أما عن بيان تعريف الأسماء والصفات فهو إفراد الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وواصف به نفسه أو سماه به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أو وصفه به محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو السنة وذلك بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل باختصار يعني توحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات هذا هو التعريف باختصار شديد أيضا ما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات؟ الإجابة توحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه ونفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هذا هو التعريف ما الدلالة على توحيد الأسماء والصفات من الكتاب؟ نعم الأدلة كثيرة متعددة منها يقول تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هذه الآية المباركة تقف بنا على أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا أمر لازم بأن نؤمن وأن نقر وأن نعترف وأن نوحد الله عز وجل بأسماء العسنى وأن نترك ما يسير في رحابه أولئك الملحدون في أسماء الله ومعنى الإلحاد في أسمائه أي إنكارها أو تسمية الله بما لا يليق أو تفسير الأسماء بما لا يليق وهؤلاء يقول عنهم سيجزون ما كانوا يعملون فلهم جزاؤهم يوم القيامة نجان الله وإياكم من شر أفعالهم الأدلة الثانية أو الدلل الثاني قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى يقول هنا له المثل الأعلى بمعنى أنه لا يماثله شيء من مخلوقاته في أسمائه ولا في صفاته ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير أي في أسمائه أو صفاته فإذا ما سمي أحد البشري باسم للأسف الشديد بعض الناس يطلق على أبنائه بعض الأسماء وهي ربما تخالف ما جاء في توحيد الأسماء والصفات كأن لا يسمى أحد أبداً الله ولا يسمى أحد أبداً الرب بلا إضافة عبد وهكذا إشارة إلى أن هذه الأسماء قد تفردت بها الزات العلي أما عن بيان معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات إجمالا فإن لأهل السنة والجماعة موقف لا بد أن نعيه وأن يقف عليه طلابنا وأبناؤنا هؤلاء الطلاب هم طلاب اليوم ولكنهم اليد العليا التي ستقف مدافعة عن هذه العقيدة يوماً ما ألا فاعلموا أبناؤنا أن طريقة أهل السنة في الإثبات إنما هي إثبات ما أثبته الله نفسه في كتابه أو أثبته الله نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف في الأسماء ومن غير تعطيل فيما جاء في الكتاب ومن غير تكييف يعني ليس من أسماء الله ولا من صفاته ما يبين كيفية هذا الإسم وكيفية بيان معناه لأن في التكييف وفي التمثيل تشبيه للذات العلية وحاشر الله أن تكون ذاته كذات خلقه أو كذوات خلقه وأما في النفي أي فطريقة أهل السنة والجماعة كانوا ينفون عن الله عز وجل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع أعتقادهم أي أهل السنة والجماعة ثبوت كمال ضد هذه الأسماء لله ثبوت كمال ضد لله تبارك وتعالى يعني لا يمكن أن يكون هناك ضد لله في أسمائه ولا في أسمائه بل إن الله تبارك وتعالى لا ند له ولا شبيه له وأما الضاد الله تبارك وتعالى فهم من البشر كثر ولكن لا يرقون أبدا إلى مقامه سبحانه وما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه فطريقة أهل السنة والجماعة هو التوقف يعني هناك بعض الأسماء لم يرد فيها نفي ولم يرد فيها إثبات فماذا كان عن أهل السنة والجماعة أن يتوقفوا فيها لماذا؟ لأنه لم يرد فيها نص فلا يثبت من الأسماء والصفات ما لم يثبته الله عز وجل نفسه ولا ينفى منها ما لم ينفيه الله عز وجل عن نفسه لورود ذلك في الكتاب والسنة وأما معناه فيستفصلون عنه أي يسألون عن تفاصيله وعن بدايته وملابساته فإن أريد به باطل ينزه الله تبارك وتعالى عنه ومن هنا أريد بهذه الأسماء التي ليس هناك فيها نص لا يمتنع على الله تبارك وتعالى فإنهم قبلوه إلا ما كان مخالفا لشرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان معتقد أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله وأما ما لم يرد فيه نص فلا يعملون فيه عقولهم لأن ذلك في مقام الذات العلية وحاشر البشر أن يقع في موقع سار فيه أعداء الله ورسوله عندما أخذوا في الأسماء والصفات إلحادة فألحادوا في أسماء وصفاته أما أهل السنة والجماعة فكانوا ينأون بأنفسهم عن هذا الإلحاد